بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغري المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدر ضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بسماحته ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذا البرنامج أهلا ومرحبا الشيخ صالح حياكم الله مبارك فيكم هذا السائل يقول في سورة الانشقاق إذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت ما معنى هذه الآيات وما مناسبة هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قوله تعالى إذا السماء انشقت هذا عند قيام الساعة أن السماء تنشق وتنفطر كما قال جل وعلا إذا السماء انفطرت هذا من أحداث قيام الساعة لأن الله جل وعلا يغير السماوات والأرض كما قال سبحانه وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار فهذا من أحداث يوم القيامة الهائلة نسأل الله الثبات في ذاك اليوم والوفاة على الإسلام نعم أحسن الله إليكم هل بين السور تفاضل لفضيلة الشيخ؟ بلا شك أن السور تفاضل فالبقرة سنام القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تطيقها البطلة يعني الشياطين والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان وكذلك آل عمران قد جاء في الحديث أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان يحاجان عن صاحبهما نعم أيضا له آخر سؤال في رسالته يقول سورة الانشراح ألم نشرح لك صدرك ما مناسبة هذه الآية وهل هي موجهة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم رسول صلى الله عليه وسلم شرح الله له صدره وذلك في صغره أتاه ملكان وهو يرعى الغنم فشق صدره واستخرج قلبه فغسلاه وطهراه ثم أعاداه في صدره وهذا إرهاص لبعثته صلى الله عليه وسلم هذا يسأل يقول يوم الجمعة يا شيخ نرى البعض من الناس يتخطى الرقاب ليصل إلى الصف الأول مع أنه مكتمل ثم يقوم بإزاحة أو التفريق بين الاثنين ليجلس هذا لا يجوز أولا أنه يتخطى الرقاب والذي يتخطى الرقاب يقول في الحديث أنه اتخذ جسرا إلى جهنم ولا يجوز تخطى الرقاب المصلين إلا إلى فرجة في الصف يريد سدها فلا بأس بذلك إذا رأى فرجة في الصف ولم تسد فإنه يتخطى إلى أن يسدها أما إذا كانت الصفوف مكتملة فإنه لا يتخطى الرقاب ويفرق بين المصلين ليجد مكانا له بل إنه يقف في المكان الذي يتيسر له هذا السائل أبو عبد الله يقول أنا أقرأ يا شيخ في كتاب التوحيد لإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فأشكل علي الفرق بين علم التسيير وعلم التأثير علم التأثير والاعتقاد بأن النجوم لها تأثير في الكون وهذا اعتقاد أهل الجاهلية فالنجوم مسخرات مخلوق أهل حكمة ومسيرات فهي بأمر الله سبحانه وتعالى ولا تأثير لها بالكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى وأما علم التسيير فهو علم الحساب الفلكي هذا لا بأس به الله جعل الشمس والقمر والنجوم جعلها للحساب تعرف بها مواقية الصلاة تعرف بها ساعات الليل والنهار نعم من هو قتاده يا شيخ وهل هو صحابي أو تابعي؟ قتاده بن دعامة هذا تابعي من كبار التابعين رحمه الله نعم تعلم علم المنازل يا شيخ للقمر هل فيه فائدة؟ نعم فائدة معرفة الحساب حساب التسيير معرفة وقت البذورات ومعرفة المنافع التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الحساب وفي أوقات محددة للبذورات ولغير ذلك من المعلومات النافعة نعم صلة الرحم يا شيخ بما تكون وهل الاتصال الهاتفي يكفي لصلة الرحم؟ صلة الرحم تكون بزيارتهم تكون بالهدية لهم والإنفاق عليهم إذا احتاجوا وتكون بالزيارة وتكون بالاتصال في الهاتف أو الجوال فهي تتنوع نعم الشيخ عبارة أفلح وأبيه إن صدق هذا لا يقصد معناه لأنه لا يجوز الحلف بغير الله ولكن هذا مما يجري على الألسن بدون أن يقصد معناه وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر للأعرابي الصلوات وبينها له يعني الفرائض فقال الأعرابي هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تصدق فحلف الأعرابي أن لا يزيد عليها ولا ينقص منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة أفلح وأبيه إن صدق يا شيخ ما واجبنا نحو النعم وما عقوبة من أخلى بهذه النعم الكثيرة؟ واجبنا نحو النعم أن نشكرها أن نشكر الله عليها وشكرها يكون بالتحدث بها باللسان وأما بنعمة ربك فحدث وباعتقاد أنها من الله سبحانه وتعالى وباستعمالها في طاعة الله هذه أركان الشكر هذا السائل يسأل عن الآية يا شيخ ولله لأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه نعم كل أسمائه حسنى ما ذكره الله لنا منها وما لم نذكره كل أسماء الله حسنى لأن كل أسم منها يشتق منه صفة من صفاته فالرحمن والرحيم يدلان على الرحمة والعزيز يدل على العزة والقوة والحكيم يدل على الحكمة والسميع يدل على السمع والبصير يدل على البصر وعلى الرؤية فكل أسم يدل على صفة من صفات الله سبحانه وتعالى ويتوسل بها إليه تقول يا رحمن ارحمني يا جبار اجبرني يا كريم اكرمني يا رزاق ارزقني وهكذا يا غفار اغفر لي ما تعريف شيخ توحيد الأسماء والصفات إثباتها كما جاءت إثباتها إثباتا بلا تشبيه مع تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل ألا حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فأثبت لنفسه السمع والبصر ونفى عن نفسه مشابهة المخلوقين في ذلك وغيره نعم وأيهما يا شيخ أعم الإسم أم الصفة الصفة فرع على الإسم فيمستقى من الإسم نعم بارك الله فيكم الجهمية والمعتزلة ما قولهم وما مذهبهم في أسماء الله يا شيخ الجهمية ينفون أسماء الله وصفاته يؤولونها بأنها مخلوقة مخلوقة لله عز وجل وليس لله أسماء ولا صفات عندهم والمعتزلة تأثروا بهم وأخذوا مذهبهم فهم تلاميذهم نعم أحسن الله إليكم هذا سائل فضيلة الشيخ أرسل بمجموعة من الأسئلة يقول فيها شخص دخل المسجد لصلاة العصر ثم تذكر أنه لم يصل الظهر فماذا يعمل؟ يصل الظهر أولا ثم يصلي العصر لأن الترتيب واجب نعم فضيلة الشيخ إذا فاتني فرض أو أكثر لنوم أو نسيان فكيف أقضي الصلاة الفائتة؟ تقضيها على الفور تقضيها على الفور إذا تذكرتها أو استيقظت من النوم فإنك تصليها على الفور من نسي صلاة أو نام عنها كما في الحديث فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك كثير من الناس يا شيخ صالح يصلون بثياب خفيفة هل تصح الصلاة بذلك؟ إذا كان يرى من ورائها لون البشرة فإنها لا تصح الصلاة إذا ظهر ما بين السرة إلى الركبة فإنها لا تصح صلاته لأنه غير ساتر لعورته ساتر العورة من شروط صحة الصلاة نعم يا شيخ ما حكم من صل في ثياب النجسة وهو لا يعلم وبعد ذلك تذكر أن في هذه الثياب شيء من النجاسة؟ إذا لم يذكر إلا بعد أن أدى الصلاة فإن صلاته صحيحة صلاته صحيحة إذا نسيها أو لم يعلم بها إلا بعد ما فرغ من الصلاة فإن صلاته صحيحة لكن يزيل النجاسة عن الثياب للمستقبل أحسن الله إليكم شيخ هذا يسأل عن السترة هل هي للمرأة والرجل بحد سوا وما مقدارها؟ السترة يكون أمام المصلي شيء قائم يمنع مرور الناس من بين يديه وأقله مثل مؤخرة الرحل يعني يكون مرتفعا مثل مؤخرة الرحل المرأة قضيلة الشيخ والمرأة والرجل في هذا السعر كلهم يصلون إلى سترة ويقربون ويدنون منها أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل أرسل مجموعة من الأسئلة يبدأها بهذا السؤال إذا حصل للإنسان رعاف في أثناء الصلاة هل يخرج من الصلاة؟ إذا كان كثيرا فإنه يخرج من الصلاة لأنه انتقض وضوءه وإن كان يسيرا فإنه لا يضر وإذا تبين للمصلي بأنه انحرف عن القبلة وقد أدى صلوات عديدة يا شيخ هل يعيد هذه الصلوات؟ كان في صحراء وليس عنده أحد يسأله ولا يعرف العلامات التي تدل على القبلة واجتهد وصلّى وصلاته صحيحة والحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الشخصان هذا يسأل عن المبالغة في العزاء ونصب السرادقات والإتيام بالأطعمة والمأكولات الأيام الثلاثة يريد توجيه من سماحتكم لا يجوز نصب السرادقات ولا يجوز لأهل الميت أن يجلسوا للناس لأجل التعزية ويعطلون أعمالهم التعزية مشروعة إذا لقيت المصاب تعزيه بالمسجد أو في المتجر أو في الشارع تعزيه ولا حاجة إلى إقامة سرادقات وصناعة أطهمة نعم يصنع طعام بقدر حاجة أهل الميت لأنهم مشغولون بمصيبتهم عن صنعة الطعام فيصنع لهم طعام بقدر حاجتهم قوله صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم جئتاهم ما يشغلهم وأما ما زاد عن ذلك والسرادقات والأطعمة الكثيرة فهذا منهي عنه ولا يجوز وهو من البدع المحدثة قال أحد الصحابة كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة يقول السائل أبو عمار الشيخ بالنسبة لإهداء ثواب أعمالي الصالحة من حج وعمر وصلاة في الحرم لوالدي المتوفى ووالدتي أما الصلاة فلا تدخلها النيابة وأما الحج والعمر والصدقة والدعاء فهذا يصل إلى الميت إذا تقبله الله فافعلها لأمواتك أبو فهد من المدينة النبوية يقول والدة عمرها 75 وهي على فراشها ساعة تكون صاحية وتتكلم معنا وبعض الأيام تكون في غياب عن الوعي وفضيلة الشيخ وهي أوصتنا أن نذكرها بالصلاة فنذكرها ولكنها لا تصلي إذا كان يزول تفكيرها وعقلها فليس عليها حرج ولا تجب عليها صلاة أما إذا كانت في بعض الأحيان يحصل عندها غفلة فذكروها بالصلاة وأعينوها على ذلك شكر الله لكم الشيخ صالح وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدر شكرا لحضراتكم أنتم أيها السادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته